فرحات مهني جزائري فرحات مهني مثقف فرحات مهني ابن شهيد كان يطالب بالديمقراطية كيف واجهه النظام وضعه في السجن وخاصة سجن البرواجية وتعرض للتعذيب رهيب اسألوا عليه بالحاج كيف كان يعذب فرحات مهني في هذه قبرها نعم في السجن نعم في السجن في البرواجية فتعسف النظام واستبلاد النظام هو الذي يدفع بالإنسان أحيانا إلى اعتماق التطرف كلما ضاقت مساحة الحريات كلما ضاقت مساحة الديمقراطية كلما ضاقت مساحة الديمقراطية